السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون الحكاية التقويمية ليت الغمامة تعود سنقوم بالإجابة على أسئلة هذا النص السؤال الأول أضع علامة أمام العناصر المناسبة للحكاية المكان الحقل الزمان فصل الخريف الشخصيات الفلاح الشمس السؤال الثالث ألخص الحكاية شفهيا وأضع لها نهاية مستعينا بما يأتي أنهى الفلاح حر تحقله قلق لأن السماء لم تمطر ذكرت الشمس للفلاح سبب رحيل الغمامة تمنى الفلاح عودة الغمامة تلخيص الحكاية في فصل الخريف أوسع مساحة فندم الفلاح على فعلته وتمنى أن تعود الغيمة ليعتدر لها فأخبرت الشمس الغيمة بأن الفلاح نادم فقررت أن تعود لتسقي حقله ليجود بمحصول وافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر